قضية بناء الإنسان بقى يعني قضية التعليم اللي الرئيس ذكرها بتحتها تلعيال الـ 111 من 300 ألف مسؤولية من؟ ما هيدي مرتبطة بالنظام الجمهوري لأنه أقول لك إيه؟ النظام الجمهوري هو العمل مجانية التعليم وودة الدنيا في داهية أصل أولاد الفلاحين نتعلمه أصل البلوش هو اللي ضايع البلد يعني مجانية التعليم مجانية الصحة هيدي اللي ضاعت البلد وبالتالي المحور الأولاني هو الوعي التاريخي العميق والمبسط اللي يفهموا الناس نمرت اتنين أن لا يخطئ المعنيون بأمر هذا الوطن في التعليم وفي البحث العلمي وفي الصحة والأخيره أخطاء جسيمة تخلي الناس تكفر هو هذا الموضوع يعني على الناحيتين أن يبقى فيه تكامل في الأدوار الدولة تستطيع أن تبني طريقا ومصنعا ومزرعة ومزرعة سماكية والأخيره ولكن مش هتخش في أقسام الدراسات العليا في الجامعات أو في أقسام الدراسات الأكاديمية يعني أين هي مسؤولية النخب الأكاديمية في الجامعة أين هي مسؤولية النقابات المهنية يعني هذا هو الموضوع لكن البعض أستاذ أحمد يعني يتخذ من بعض الأطروحات التي جرت أو بعض الموارسات التي تمت على أنها عنوان فشل النظام الجمهوري مثلا يقال أن ثورة 23 يولو لم تكن ثورة داعمة للديمقراطية ولا القرية وأن هذا هو السبب في أزمات كثيرة تعددت ومنها 67 هذا كلام يعني حقي وردوه باطل بمعنى إيه وأنت رجل سياسة وبرلمان عندما أأتي لحاسبك ما بحاسبكش بالكتالوج أنا بحاسبك حسب خطابك السياسي أنت في دايرتك التي أنجحتك قلت كذا 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 لم تزعم ثورة يولو لحظة أنها تبني ديمقراطية الليبرالية زي بتاعة الغرب تعالنت حاسب إنما قالت إقامة حياة ديمقراطية سليمة الكتالوج بتاعة الديمقراطية السليمة هو تمكين الأغلبية المسحوقة طوال حقب التاريخ من أن تساهم في صنع القرار أو تصنع القرار ويتم تمكينها بالربط بين حرية الكلام وحرية رغيف الخبز حرية الاجتماعية وحرية السياسية وحرية السياسية التعليم الصحة الوحدات المجمعة الوحدات الريفية الإصلاح الزراعي اللي ما قدرش يتعلم في كورية الهندسة أن يعمل له الفنية العسكرية يعني هو ده الموضوع ماشي كان هناك أخطاء في الداخل وأكتر حد وأنت سيد الموضوع ده أنت عندك الوثائق أكتر حد نقد نفسه نقداً ذاتيا في الوثائق عبد ناصر و67 عليها نقد جبار وأنا نحن أيضاً كأفراد في هذا الطيار أو يعني لنا نصيبنا الكتابة أو الراية أكتر من نقدنا أنفسنا ونقدنا تجربتنا تبالك والتاريخ هو دروس مستفادة مستفادة